وما أكثر جوده وأكرمه وما أعظم لطفه وأرحمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهر رمضان ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكم العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سالك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لا إله إلا الله ما أعظم الله خلق الكون ونظمه وخلق الإنسان وكرمه وسن الدين وعظمه ووضع البيت وحرمه ورفع النجم وسومه وسخر الطير وألهمه وسير السحاب وكومه وبعث العظم ورممه وأنزل الكتاب وأحكمه ورفع القمر وقومه وخلق النحل وفهمه لا إله إلا الله لا إله إلا الله حفظ إبراهيم من النار وسلمه ونادى موسى وكلمه ووهب سليمان ملكاً عظيماً عظيماً وفهمه وأرسل محمداً وعظمه وعظمه لا إله إلا الله ما أعلم كانه وأعظمه وما أكثر جوده وأكرمه وما أعظم لطفه وأرحمه اللهم صل على صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود صاحب الغرة والتحجيل المؤيد بجبريل إلهنا لا حد لرحمتك ولا مقدار لجودك لا وصف لعطائك يدك بالخير سحاء تعطي وتبذل كيف تشاء الأرض أرضك والسماء سماءك والخلق خلقك والعطاء عطاءك وأنت تملك الدنيا والآخرة إلهنا لسنا أول من عصاك فتبت عليه ولسنا أول من استغفرك فغفرت له لسنا أول من سألك فأعطيته يا من قلت سبحانك كتب ربكم على نفسي الرحمة إلهنا ما أكرمك غفرت لبغي سقت كلبا إلهنا ما أحلمك غفرت لقاتل مئة نفس إلهنا ما أرحمك قلت لمن كفر بك وقتل نبيك قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سنف إلى هنا أتيناك بالفقر يا ذا الغنى أتيناك بالذل يا ذا العز أتيناك بالذنب يا ذا المغفرة أتيناك بالقوف يا ذا الأمر أتيناك بالقاب يا ذا العتق إلهنا أمرتنا بالإحسان وأنت بالإحسان أولى حببت إلينا العفو وأنت بالعفو أولى رغبتنا بالصفح وأنت بالصفح أولى إلهنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله البارئ الخالق المصور الكل مخلوق بإرادتك حي بقدرتك ميت بمشيئتك سبحان المتفرد بالعظمة والكبرياء سبحان الدائم الذي لا يلحقه فناء إلهنا إلهنا أنت الدائم ولا دائم غيرك يا الله ها نحن بباب كرمك واقفون ولنفحات برك متعرضون وبحبلك معتصمون وبعروتك الوثقى مستمسكون إلهنا تواضعت الجبابرة لهيبتك وعنت الوجوب لخشيتك إن قاد كل شيء لعظمتك تواضعت الجبابرة لهيبتك وعنت الوجوب لخشيتك إن قاد كل شيء لعظمتك ها نحن ندعوك ونتوسل إليك ونرجوك هذه أيدينا لم ترفع لسواك وهذه جبابنا لم تسجد لغيرك اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا ديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجب وضلع الدين وغلبة الرجال ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا جعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تشمت من الأعداء ربنا لا تشمت من الأعداء ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وأدخلنا يا ربنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمه ما كما ربياني صغيرا رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب زدني علما لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوالثين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب أعوذ بك من أمزات الشاطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا أبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلني لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلبي سليم رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي رب نجني من القوم الظالمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب انصرني على القوم المفسدين رب هب لي من الصالحين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم رب نكشف عن العذاب إنا مؤمنون رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم ربنا وليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب بنني عندك بيتا في الجنة رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزل الظالمين إلا تبارا اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم بلغنا رمضان وأدخل علينا بالأمن والسلام واغفر لنا يا منان يا رحيم تقبل دعاءنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجمع على الهدى أمرنا اللهم اجمع على الهدى أمرنا وأصبح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واجعل قلوبنا كقلوب خيالنا واهدنا سواء السبيل وأخرجنا من الظلمات إلى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم فرغني لما خلقتني له ولا تشغلني بما خلقته لي ولا تحرمني وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفرك اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسوء القضاء وشماتة الأعباء وعضان الداء اللهم هيئنا لرمضان اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه وارزقنا صيامه وقيامه وأعتق رقابنا من النار وارحم أحبابا رحلوا عنا كانوا ينتظرونه معنا كل عام اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم إلا علينا شهر رمضان المبارك ونحن فيئة من الصحة والعافية والستر والرضا اللهم اجعله شهرا مباركا على أمتنا الإسلامية اللهم اجعله شهر مغفرة ورحمة وعدقا من النار اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا وارحمنا وارحم أمة المسلمين أجمعين وأكرمنا بكرمك يا كريم وافتح لنا باب الرحمة والمغفرة إنك عفو رحيم اللهم ادفع غضبك ومقتك عنا وأدخل أمة المسلمين أجمعين في أعلى درجات الجنة والفردوز اللهم في هذا الشهر أسألك منه الخير كله والعفو والرحمة والمغفرة يا عفو يا غفور يا الله يا كريم يا عفو يا غفور برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث اللهم في مثل تلك الليالي المباركة أسألك الخير من عندك وأنت احفظ لي أهلي وأصدقائي من كل شر وحقك لهم ما يتمنون من خير يا رب العالمين وأنزل على قلوبنا الرحمة والسكينة اللهم إنا نسألك راحة البال والبركة والسلام والإطمئنان اللهم لا تخرجنا من شهد رمضان إلا وأن تراضي عنا وعن أمة المسلمين أجمعين نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أن تجعلنا من القوم الصالحين التوابين وأن تغفر لنا جميع خطايانا في تلك الأيام المباركة اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في دينهم في سائر الأوطان اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز اللهم ارحم إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأقل عثراتهم وتولى أمرهم وارفع رايتهم واكبت عدوهم ووحد صفهم اللهم ادخل على قلوب المؤمنين السرور واغن منهم كل فقير وأشبع كل جائع ورد كل غائب وفك كل أسير واشف كل مريع وفرج عن كل مكروب وأد الدين عن كل مديون سبحانك ربنا إنا إذا عبدناك فإنما نعبد ربا عظيما وإذا سألناك فإنما نسأل ربا كريما وإذا رجوناك فإنما نرجو ربا رحيما إنا نطمع في فضل رب عظيم كريم رحيم اللهم انشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد يا فارج الأم ويا كاشف الغم ويا غافر الذنب ويا قابل التوب يا خالق الخلق ويا عالم السر اللهم اغفر لجميع موت المسلمين وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن الأموات نزلوا بك وأنت خير من زول به اللهم افسح للموتى في قبورهم مد بصارهم وافرش كبورهم من فراش الجنة اللهم آتهم برحمتك ورضاك وقيم فتنة القبر وعذابه اللهم احمل موتى تحت الأرض واسترهم يوم العرض ولا تخزهم يوم يبعثون يوم لا ينفع مالهم ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم أنس وحدتهم وأنسهم في وحشتهم وأنسهم في غربتهم اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وأنزلهم منازل الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا اللهم اغفر لهم وارفع درجاتهم وافسح لهم في قبورهم ونور لهم في قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها خفرة من حفر النار اللهم افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم وافرش كبورهم من فراش الجنة اللهم اعذوا من عذاب القبر واملأ قبورهم بالرضا والنور والفسحة والسرور اللهم ادخلوا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب اللهم آنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم واغفر لنا ولهم يا رب العالمين اللهم ارزقنا قبل الموت عملا صالحا وعند الموت شهادا وبعد الموت جنة ونعيما وبعد الموت جنة ونعيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين